شادا يفهم لا راديو كجيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اختيار المكان كان عندهم فترة في وضع المرايات يعني انا في تكر جدتي كانت تكره تماما تواجد المرآت في غرفة النوم مقابلة للسرير كان دايما المرآت لقيها داخل تاني حاجة كان عندهم فترة جميلة جدا انهما دايما ما عندهمش الكركيب اللي عندنا دلوقتي لان كان عندهم خير فبالتالي ما كانش حاجات كتير بتفيد عن حاجتهم بيعطوها للغير لانهو عارف انهو الخير عنده دايما لو كانت تلقى الناس ناسين وتحت منهم كركيب كتير بالضبط يعني كتير والفترة غير كده ما كانش عندهم تحت السرير فعلا اغراض الكركيب الكتير والحاجات الكتير كل الحاجات دي منظومة واحدة كانت بتخلي فيه نوع من البركة البركة حتى كمان في ايجاد الزواج او الزواج فبالتالي كان حتى كمان غير كده كمان بلاحظ ان هما كانوا يفضلوا كتير بعض المناظر الطبيعية الخاصة بالزوجين يعني ايه عصفرتين بطتين اللي هي روميو جوليات اللي هي بعض الحاجات الخاصة بروميو جوليات الكسات او صحون تلاقي فيها رجل وسيدة او تلاقي مالك ومالكة او اميرة او امير كده دائما دك الاشياء التي توحي بالانسجام وانها رغاة الايحاء كانوا يحيطوا نفسهم بهذا الشيء على طول حتى كمان لو ما كانش عندهم هديك الحاجات بتلاقيهم عندهم دايما البط والوز ويربوا تيورو وتجاج فكانوا عندهم نوع من العلاقات الانسانية الفطرية الحلو احنا جينا دلوقتي حطينا الكراكيب تحت السرير وسدنا مسارات اختاركة فانا بقول البنت اللي على وش جواز زي ما انتم بتقول كده شيلي كل الاغراض القديمة حتى اتيك الجديد حتى الاغراض اللي انت خدتيها او اعطها لك هدية الخطيب السابق فدايما بقولهم تخلص من القديم يأتيك الجديد فبالتالي لانه ما زال طاقته موجودة في المكان جابلك موبايل هدية طاقته موجودة في المكان جابلك شنطة هدية طاقته موجودة في المكان فانتي تخلصي من هذا القديم حتى اتيك الجديد بشيء جديد فطبعا حتة ان انت ممكن تديها هدية لصديقتك تديها هدية لأختك لأي حد تاني اخليها العدو ورا ايوه بسطبط فيه طاقة سلبية لانها طاقة مش لطيفة حاجة تانية كمان بقولها ان هي التخزين فوق الدلاب وتحت السرير بقول كمان حاجة حيتي نفسك دايما ببعض المنصقات او بعض الطبلوهات التي تعبر عن الالفة والحب زي ايه زي مثلا عصفورين مع بعض زي قطتين زي شمعتين زي شيء يعبر عن الالفة والمحبة في غرفة نومك شيء يعبر عن التزاوج قلب شيء خاص بالشعور الجميل حتى تأتي وتعطي تيجي لك طاقة الزواج وطاقة الحب عايزة اقول ان هي الغرف كمان وجهة الجنوب الغرب هي التي تعبر عن جهة الزواج والحب والخطوبة فدايما خلي جهة الجنوب الغرب في بيتك هي مركز للحب حطي فيها طاولة وكرسيين حطي فيها شمعتين حطي فيها طبلو حلو الروميو جوليات او اي شيء يعبر عن الحب لجسب الحب والشراكة والزواج في حياتك نعم شو كان لك دكتورة سوها عيد خبيرة عالم طاقة المكان فقط طلاعا بغيت نسأل على هاد مصادر التقى وحتى المنبع دي المصادر التقى ربما في البيوت دينا في الاماكن الخاصة فين كي توجد مثلا المكان بالباركة في البيت فاش من انتجاه فاش من مصار انطلاقة دي لد مصار واش معه عقارب الساعة عكس عقارب الساعة نعاش كيفاش بشيفها موها الناس مشكلة كبيرة ومن يدخل اي واحد يدخل البيت دي والمكان اللي عمل يحس بها فيه يعني ان دي حس بد مصارات الطاقة يعني من بنسبة للمصارات الطاقة احنا دايما بيهتم بالجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية في المنزل يفضل ما اماكن دي تكون هي غرف الجلوس وغرف التقاء الاسرة ببعضها البعض يفضل ان احنا يكون عندنا اضاءة هادية واضاءة جانبية يكون عندي الاضاءة موجهة جانبية وهادئة يفضل طبعا وتواجد بعض الزرع او النباتات وطبعا نشيل كل النباتات اللي هي الجافة التي تعبر عن جافة في المشاعر في المكان نحاول قدر الامكان ان احنا نبعد عن هدر الماء في البيت يعني انا دايما بقول خلي بالكم من مشاكل السباكة وطرق التعامل مع الماء لان انا دايما بقول حتى على صفحتي كمان بقول لهم يا جماعة هدر الماء لا هدوش يا ربيني يصوبوا بالضبط هدر الماء يعادله يعادله هدر في المال فدايما حتى كمان في دينا الحنيف يوصي ان احنا ما نهدرش في الماء حتى لو بنتوضى تبدير الماء ده مشكلة تبدير الماء بيعتبر صرف واسراف وبالتالي يقلل من بركة المكان مسارات الطاقة متواجدة في كل مكان في البيت حوالينا قدامنا فوقينا تحتنا احنا عايزين مسارات طاقة متوازنة عن طريق بعض الارشاط يعني اختيار قطع الدكور المناسبة للمكان يعني لو بيت صغير يبقى قطع الدكور صغيرة بتكونش كبيرة كتير لو نختار الطولات المستديرة او البيضوية بلاش دايما الحاجات المستطيلة والمربعة دايما حطي الاماكن وضع الاغراض بطريقة مائلة شوية او بطريقة فيها منحنيات بقول للناس كمان تاني حاجة خاصة بالفونج شوي وطاقة المكان هوي البيت يعني خلي البيت يتهوى بالنسبة للطعام يا جماعة والاكل والكلام ده كله لا بد من تغطية الاكل دائما غطي الطعام غطي الطعام غطي الطعام احنا مش عايزين نحط امراض في جسمنا وجسم اولادنا خلصنا اكل حطينا حناكل منه تاني حط ورقة بسيطة او ورقة جريدة او ورقة اي شيء يغطي هذه الاطعمة من تواجد مصارات الطاقة فيها اللي بتطبخ الست الحلوة الجميلة اللي تسمعني وتحب تطبخ الاولادها النهاردة بوصيكي وفتكرينيها مني سوها عيد بتقولك حركي الطعام عكس عقارب الساعة بلاشت حركي الطعام مع عقارب الساعة ليه هتسألوني ليه وانا بحب دايما الاسئلة الحلوة دي طبعا عكس عقارب الساعة هي زي الطواف حوالي الكعبة بتدخلي طاقات ايجابية من جهة اليسار طبعا من جهة اليسار اه عكس الساعة ما هي بتلف ولكن مع عقارب الساعة هي دوران كوني زي مثلا ايه انت دلوقتي لو عندك بلع وبلع وبصيت والمية موجودة هتلاقيها بتلف مع عقارب الساعة وذكرت هنا بشيء مهم اللي هو الطواف الكعبة المشرفة شو سبحان الله العديم داك التأثير ودك السحر دي لديك المكان رائع كيفاش تلك طوف فقط غير من اللي كتشوفو فما بالو كيلا حضرتو فعلا كانت طواف وكتنطلق من الجهة اليسارة ومن الاماكين اللي كتنطلق منها المصارد طاقة طاقة جميلة طاقة فرحة طاقة جميلة شادة أفم شادة أفم شادة أفم شادة أفم